نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطولا يؤكد بالأدلة والوثائق دعم إيران لجماعات إرهابية في البحرين من خلال التدريب والتمويل والتسليح وأشار التقرير إلى أن هناك قناعة تامة في أمريكا والدول الأوروبية بأن إيران تحاول التدخل في شؤون البحرين أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير مطول نشرته عن وجود عشرات الأدلة والوثائق الفنية التي تؤكد تدخل إيران في البحرين من خلال دعم الإرهاب بالمال والتدريب وأشارت الصحيفة إلى أن يقظة السلطات الأمنية البحرينية أدت إلى اكتشاف كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت تحمل علامات إيرانيتنا في مخزن تحت الأرض في النويدرات في الثلاثين من سبتمبر عام 2015 وألقت القبض على عدد من المشتبه في صلتهم بالحرس الثوري الإيراني وقالت الصحيفة إن هناك وثائق تؤكد وجود برنامج إيراني يقوم به الحرس الثوري لتدريب مسلحين بحرينيين على أساليب متقدمة لصناعة القنابل وشن العمليات وقالت الصحيفة إن هذه الأدلة تؤكد بأن البحرين تتعرض لمخطط إرهابي يستهدف تقويض أمنها واستقرارها من قبل إيران ونقلت الصحيفة عن مسؤولي مخابرات غربيين تحذيرهما من وجود خطر من جماعات وشبكات إرهابية تقوم إيران بتمويلها وتدريبها وتسليحها وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأدلة المتزايدة المؤكدة لدعم إيران للجماعات الإرهابية واستهداف البحرين دفعت الولايات المتحدة وحكومات أوروبية إلى قطع الطريق أمام جماعات مسلحة في الفترة الماضية وأشارت بهذا الصدد إلى إقدام السلطات الألمانية على اعتقال بحريني مقيم لعلاقته بالإرهاب في البحرين كما أشارت إلى ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من إدراج اثنين من المنتمين إلى جماعة ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهاب العالمي اشتركوا في القناة